اشتركوا في القناة ان عناصر امنى منعتهم من ذلك وحسب وسائل اعلام اسبانيا فان الحضور الحاشد من الحزب الاشتراكي اطلقوا صافرات استهجان ونادوا بطرد الانفصالية المذكورة ومرافقها واوردت نفس المصادر ان الحدث وقع امس في تجمع حاشد دعم فيه سانشيز المرشح الاشتراكي لمنصب عمدة المدينة القشتالية دانيل ديلاروزا وقام ذات الشخص بعد وقت قصير من بدء سانشيز في القاء خطابها بالتلويح بعلم البوليساريو ليتوقف سانشيز عن القاء كلمته ويسمح لرجال الامن لطرد الناشط الموهلي لجبهة البوليساريو نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء